السلام عليكم مشاهدين الكرام واهلا بكم الى موعد احوال تقس السحوب سوف لكثيفة مرتقب علي من الفيلم اصلا نفس هذه السحوب على كل حال سحوب راح تشكل وهذا بسبب توجد نسبة رطوبة جد وعالية بنسبة للمدن الداخلية وبالخصوص المناطق الجبالية وحتى بنسبة لمناطق الساحلية الساحلية تقل بالمناطق الداخلية فعالية بالتفصل وبالتدقيق احوال تقس المرتقب اليوم باذن الله تقول سنسجد ان شاء الله جو مش مستماما تقرب من كل مدن الشاملية هذا صباحا ولكن في المسافة او في اواخر نهار اليوم ستتسكر السحوب سوف لكثيفة هذا على المرتفعات المرتفعات الوسطى وحتى المرتفعات الشرقية حتى تمتد ليلا نحو المدن الساحلة في حق السحوب بدون فعالية جو مش مستماما سما صافيا مرتقبة بجميع المدن الصحراوية حبيقوا الجنوب الغربي شمال ووسط وحتى باقصى جنوب الجزائري جو مش مستماما ولكن درجة الحرق السوى تبقى مرتفعة مرتفعة خاصة بالجنوب الجزائري اليوم على سبيل المثال اليوم راح نسجلوك اقصى حتى تمانية وربعين درجة باقصى حتى تمانية وربعين درجة تحت ذل ايضا بعين صالح اما شمال المقاييس ما بين 28 درجة وتسعة وتلاتين درجة ستسجل بجميع المدن الشمال يحبقوا الساحلية وحتى بالمرتفعات بالمرتفعات ستصل الى غير تسعة وتلاتين درجة بيتبسة بخنشلة بقلمة حتى بيتيزي وزو وحتى بيشلف وغليزة بكل هذه المدن جوحار ايضا مرتقب نهار اليوم بشمال الصحراء مقاييس ما بين وستة وربعين درجة خاصة بالواد توكورت وحاسم سعود هنجو ايضا يبقى حار نوعا ما اثناء الليل مشاهدين الكرام اثناء الليل سنسجل نسبة رطوبة عالية وعالما بنسبة لمدن الشمالية فعالية سنسجل سفل كثيفة مرتقب على جميع المنطقة الشمالية الساحلية وحتى بمرتفعات سحوب تحقى بدون فعالية جو مشمس او سماء الصافية مرتقب وليلا بجميع المدن الصحراوية شامل وسط وحتى باقصى جنوب الجزائري اثناء الليل دائما سنسجل الجوحار نوعا ما اثناء الليل دائما بالجنوب الجزائري وين راح ينسجلوا 34 درجة بادرار بتميمون بجنبعين صلاح بقل بواسط الصحراء شمالا 24 درجة ستسجل قرب المدن الساحلية كواران العاصمة حتى بعالنبا بمرتفعات ستسجل الى غير 26 درجة هذا بجميع المدن الداخلية كابتنا خنشلا شقهراش حتى بقصانتنا ميلا وحتى بالنسبة لتيزيوزو ومدينة الشلف اما للملاحة وسط البحري راح نسجلوا اليوم ان شاء الله بحر هادي اعتقل من طول الشرية الساحلي هادي في الصباح او في هذه الصباحة ثم الامور هتغير تدريجيا في اواخر نهار اليوم وذا بسبب هبوب ناسي مربح اعتقل من طول الشرية الساحلي بدون شك في تنوما بين رايا خضراء ورايا برتقالية احب يقول هذا لي على كل حال بنسبة لي اخواني الصيادين المستعملين من اللحة وسط البحري وخاصة المصطفين هذا بالمناطق الوسطى يومكم وفق ان شاء الله نختبر النشرة الجوية كالمعتد بالمعلومات الفلاكية توقيت نسب العاصمة وضع وحنا هتغير بسنوما بإذن الله اليوم هاد الاثنين عشر دقائق بعد التمينة الى هنا مشاهدين الكرام نأتي وياكم الى نهاية هذه النشرة نشكركم على المتابعة وقاتل متعة ما بقية البرمج وإلى اللقاء اشتركوا في القناة